أستاذ عودي بايدن استلم الرئاسة خلاص هذا وأدى اليمين الدستورية متفائلين بوجوده رئيس الأمريكي؟ والله بتاعتك ما إذا رح يفرق لا بايدن ولا تمام ليش؟ ليش؟ السياسة الأمريكية حنا خبرناها يعني مو أصبنا يعني عندنا صارت خبره شوية إنه سياسة الأمريكية لا تعتمد على الأشخاص تعتمد على بناء موانسسات وبالتالي أنا أعتقد ما رح يكون هناك تغير بالسياسة الأمريكية إلا يواجه برد شعبي ورد حكومي واضح باتجاه التواجهة الأمريكي اليوم مثل ما تكلمنا عن الملفات المنعتها السلاح العفو المنفلة اليوم هناك مبررات لبعض الفصائل وبعض الجهات المفروض هذه المبررات أجي لذلك نقول لك أنا طبعا بعض الملفات لو صح أنا ما أعتقد أكون ملفات أقوى من حكومة ورئيس حكومة عراقية منتخب على أرضك نتكلم على أرض العراق يعني ما أعتقد أكون ملف حاكم اليوم حكومة عراقية تعمل للعراقيين وتعمل لبناء عراق ذوي سيادة لو نروح نقعد بيوتنا أحسن أما الملفات الضاغطة من يضغط علي مثلا أنا اليوم رئيس حكومة لو يضغط علي الأمريكي لو يضغط علي الإيراني المفروض هي نطلع من عدها البوتقة لذلك أنا أعتقد أنه سلاح المنفلة لو كان أكو فعلا جدية للحكومة لحل وضع حد لهذا السلاح كان راحت للأمريكان هذا مبرر تعتبرني صاحي تعتبرني مجنون تعتبرني خارج أنا اليوم ليش أكبر ليش أكبر لا لا مو أكبر لا لا أنا مهم صراحة هذا استصغار للعراقيين نحن عراقيين نحن على مد التاريخ نحن ما نرضينا نصير أصغر متغيرات تتحكم بي أنا أتحكم بالمتغيرات اليوم وخصوصا بعد ما صار في مظاهرات تشرين والشباب اللي طلعوا والشهداء اللي صار صار قرار عراقي واضح أنه هناك العراقي يجب أن يحفظ على سيادته ويحفظ على أرضه وعلى سماءه وهذا أصبح كل العراقيين اليوم يقول لك أنا مستعد هسا أشوف من صارة الأزمة المالية يقول لك أنا مستعد أتحمل أزمة مالية وأتحمل كثير من الأمور في سبيل أنه أكون